مرحباً بكم في القناة اليوم بنسوي معجنات جميلة بحشوات مختلفة وبأشكال بسيطة وسهلة إذا كنتم جدداً على القناة لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد نبدأ الآن بتحضير العجينة في إناء نضيف كوباً ونصف حليب دافئ ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة سكر وخميرة حلويات ونخلط المكونات ونتركها تتفاعل بعد ذلك نضيف بيضتين ونصف كوب زبدة ونبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً مع الملح وخميرة الحلويات نعجن الخليط حتى نحصل على عجينة متماسكة نغطيها ونتركها تتضاعف حجمها لمدة ساعة ونصف بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرات متساوية للبدء في تشكيلها وملئها بالحشوات المختلفة بعد فرد العجينة نحشوها بالجبنة ونلفها مع الضغط على الجوانب في الشكل الآخر نحش العجينة بالمربى والشوكولاتة تقدرون تستعملون أي نوع من الحشوات اللي تحبونها بعدما نخلص الأشكال نتركها تختمر قبل إدخالها للفرن وهنا نخلط شوية الدقيق مع ماء حتى نزين بها المعجنات وتعطي شكل حلو وجميل بعد إخراجها من الفرن ندهنها بقطعة من الزبدة بتطلع شكلها روعة وخبز قطن جميل يعشقه الكبار قبل الصغار لو حبيتوا هاي الوصفة لا تبخرون علينا بالإعجاب ومشاركة الفيديو خلينا نشوف الشكل الثاني نبدأ بفرد العجينة ونحشيها بالجبنة مع السبانخ أو البقدونس نسكر حواف العجينة بإحكام ونضغط بشوية زيت عشان تمدد شكلها بعدين نلفها زي الضفيرة عشان تطلع شكل مختلف وجميل بندهنها بالبيض ونرش عليها حبوب السمسم ونحطها في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة تطلع جاهزة وشكلها بسيط وجميل أتمنى تجربونها وتعجبكم ولا تنسون تدعمون بالاشتراك ومشاركة الفيديو نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر